السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناة سنسونة سلوة النهاردة هنعمل وصفتين للدونات أسهل وأحلى من بعض الوصفتين هيكونوا في الخلاط معنى كده اللي احنا مش هنعجن ولا نتعب ولا هنعمل أي حاجة مجرد من حط الحاجات كلها في الخلاط هنحصل على خليط دونات سائل وهنسويه في الفرن بيعد حوالي 20 دقيقة بالكتير ويطلع لنا أحلى دونات هنزينه بالطريقة اللي احنا بنحبها سوف نشوف على طول أول وصفة معي هيكون ايه مقوناتها عندي هنا الزبيب للتحلية وكده هتلاقوا الوصفة التانية فيه حاجة مختلفة عشان اللي مش مناسبه الزبيب مع لقتين كبار من الزبيب أو أقل أو أكتر بحط عليهم ميا مغلية عندي كوباية من الشفان الصحيح عندي كمان ربع كوباية من اللوز اللي مش متوفر عنده اللوز او اي مكسرات يشوف الوصفة التانية المكون اللي بعد كده هيكون الزبادي اللي هو بيكون من غير اي حاجة وزيد جوز الهند كمادة دهنية معلقة واحدة بس والخلي التفاح وبيضة وفانيليا وبيكن بوتر طيب فيه حاجة من المكونات دي مش موجودة يبص كده على الوصفة التانية وان شاء الله يلاقي البديل هنجيب خلاط ناشف تماما وهنبتدي نتحن الشفان اللي هو كامل الحبة هنحط كمان ربع كوباية من اللوز بالمرة كده هنتحنهم مع بعض الشفان مع اللوز هيتحنوا كويس جدا لو الخلاط ناشف بعد ما اتحنوا بقى خلط كده بودر وهو ده هيكون بديل دقيق لوصفة النهاردة تعالوا هنحط عليه باقة المكونات على طول كده كل حاجة كوباية من الزبازي اللي هي بتكون مية وسبعين جرام يفضل انا نكون مخرجها شوية قبلها من التلاجة معلقة صغيرة ومنخلي التفاح وكمان البيضة بيضة واحدة هنحط طبعا عليها الفانيليا ونحطها على الخلاط ونحط معلقة واحدة كبيرة من زيكوز الهند ونعمل في الوصفة الثانية حاجة تانية عشان ايه البدايل تكون متوفر عندكم معلقة واحدة صغيرة ممسوحة من البيكن بودر فاكرين الزبيب اللي احنا نقعناها في مية سخنة عشان يطرق كده ويكون حلو معي تعالوا نحطه كمان في الخلاط بعد ما نصفيه ويلا نروح ندرب المكونات دي في الخلاط طيب هقول لكم على ملاحظات الوصفة الاولى والملاحظات بتاعت الوصفة التانية كده ونحن بنشتغل عشان تكون كل حاجة واضحة عندكم الوصفة الاولى الخليط بتاعها بيكون سائل شوية عن الوصفة التانية هنجيب الاوالب اللي هي بتكون على شكل دونت وندهنها كويس جدا هي مفترض اللي هي متلزقش بس انا برضو هدهنها عشان ايه السهولة ونبتد نحط كل فتحة من الخليط ده شايفين الخليط عم ازاي؟ خليط سائل سميك بس مش سميك اوي زي الوصفة التانية طيب يا سلوه المقدار ده هيتطلع قد ايه من المقدار ده؟ هيتطلع تمانية من الدونت فدول ستة هروح هدور بقى على اتنين تانين طيب نروح نشغل الفرن على درجة حرامية وتمانين اه انا سراحة احط الوصفتين مع بعض فاستنى شوية فلو انت هتعمل لحد كده دخليه الفرن بتقعد حوالي 15 دقيقة في الفرن من 15 ل 20 دقيقة على حسب برضو فرنك تعالوا نشوف مكونات الوصفة التانية اللي هيكون فيها البديل اول بديل مع أيها هيكون هو بدل الزبادي هنستعمل هنه الجبنة الأريش الجبنة الأريش اللي هي بتكون جبنة مصنوع من الحليب ومه ليس لهأي إضافات عندي كمان الحليب البودر اللي هو يكون بديل اللوز عندي الزبدة اللي هتكون بديل في الوصفة الأولى وعسل هيكون بديل للزبادي ا你 انتصل للزبيب عن صراحة قصدي لل Hare ثم نضع البيضاء ونضع البانيليا ونضع الخلي التفاح ونضع العسل معلقة صغيرة من الخلي التفاح معلقتين صغيرين من العسل نستبدل العسل بسكر ستيبيا نحن لدينا 3 خيارات للتحلية الزبدة ستكون معلقتين صغيرين من الزبدة ولكن هم كده خلاص بحرارة الغرفة فما فيش مشكلة نضع كمان ربع كباية من الحليب البودر والمية وخمسين جرام بتوع الجمن القريش ونضع كمان معلقة صغيرة مثل بودر واسناء الخلط هحط ربع كباية من المياه وننسى عشان الخليط يبقى مظبوط معنا وزي ما احنا شايفين ان الخليط ده سميك شوية تاني اتقل من الثاني شوية حلوين الخليط ده بيطلع لي تسعة طيب هنشغل الفرن هنحطوه في الفرن على الرف الشبك من تحت فقط عن درجة حرارة 180 بتقعد حوالي من 15 ل 20 دقيقة اول ملاقي الاطراف كده خلاص بقت متمسكة وتعالوا نشوف النتيجة بتاعتها هي ممكن تعالى شوية وبعد ما بتبرد بتهبط تاني وده بيكون شكلها بتطلع بسهولة جدا دي الوصفة الاولى اللي هي كانت بالزبادي بتعالوا الركع شوية الوصفة الاولى كانت بالزبادي والزبيب وزي جوز الهند شايفين عاملة ازاي؟ طيب انا حابة لنا ازين الوصفة الاولى غير الوصفة التانية عشان برضو يكونوا واضحين معاكم وطبعا هو كده كده شكل القلب ده عندي مختلف عن القلب التاني اللي انا حبته فيه فبصراحة الاثنين نتيجتهم حلوين جدا المتوفر عندك من مكونات عمليه عندك المكونات الحاكتين عملي ده مرة وده مرة وانت بنفسك شو في حبيتي ايه انا الحقيقة يعني حبيتي الوصفة التانية تعمن احلى من الوصفة الاولى طيب هاغطيها بالشوكلت دي مجرد شوكلت كده عادية سايحة طبعا دي درك شوكلت مفهاش اي نسبة سكر ونبتدي نغطيهم كده نحطهم طبعا بقى في التلاجة عشان ايه الشوكولات دي تجمد عليها نقدر نحط عليها كمان اي تزيين دس انا هكتفي بالكده يعني ايه شكل الدونات اللي هو التقليدي دونات الزبادي في الخلاط ودي كانت الوصفة الاولى ومقدير الوصفة الاولى وديها سكرينشوت لو مقدير دي موجودة عندك نقدر كمان نستبدل اللوز باي نوع مكسرات متوفر عندنا لو احنا مش عايزين نستعمل الحليب البودر في الوصفة التانية طيب نتيجة الوصفة التانية هتبقى عاملة ازاي ده النتيجة بتاعتها وكده كده قلتلكو ده شكل القلب مختلف انا عجبتني النتيجة دي جدا وكمان في الفورن عليت يعني عليت اكتر من الوصفة الاولى وازداد كده حجمها يعني مش مكتوب من دونات طبعا لها تكون اعلى من كده هو ده بيكون تقريبا هو في حاجة اسمها دونات كيك وفي حاجة اسمها دونات اللي هو بالعجينة ده زي الدونات كيك اخر واحدة معي كده في قلب منفصل طيب شايفين شكلها عامل ازاي عندي بقى تغطية هيديها طعم حلو جدا جوز الهند المبشور وعليه الارفة نقدر كمان نحوط سكر ستيفيا لو نحن نحبين في المرحلة دي ونبتدي نقلب وعلشان يلزع عليها الخليط الجميل ده هنحط عليها زبدة مزابة او زيت بوز الهند مزاب المتوفر عندنا نبتدي نمسحب الفورشة وننزلها جوه الخليط ريحة الخليط ده دلوقتي تحفى وانا صراحة لما دقتها حبيتها جدا 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 بالخليط ده فسواء تعملي بالوصفة الاولى او الوصفة التانية حاول تعمليه كم واحدة كده بالخليط ده هيعجبك جدا مسحة خفيفة من اي حاجة دهنية زيت جوز الهند او زبدة ونبتدي نحط عليها الخليط الرائع ده مقدير الوصفة التانية اللي هي كانت بالجبن القريش دوناتس الجبن القريش المادة الدهنية اللي انا استعملتها فيها كانت زبدة وبس كده هي دي وصفة النهاردة الوصفة الاولى والوصفة التانية اللي اتنين احلى من بعض انا شخصيا حبيت الوصفة التانية اكتر فلو عندك مقدير الوصفة التانية جارة بيها ويتبقى فرصة حلوة جدا عملنا حاجات كثير بتجبنا القريش الفترة اللي فاتت حلويات وفطاير ومغبوزات ان احنا ناكل حاجة تكون صحية وندخلها جوه الاكل بتاعنا من غير ما نحس بيها دي الوصفة هي الاولى بعد ما تحط عليها الشوكلت وقعد شوية في التلاجة وهيبتدي بقى قدمهم هما الاتنين مع بعض الاحتفاظ بيهم عشان دايما بتسألوني بيكون في التلاجة ممكن الصلاحية بتاعتهم بتقعد حوالي من اربع لخمس ايام في التلاجة ونحطوهم في علبة تكون مقفولة وبس كده اتمنى ان شاء الله في فيديو الورد يكون عجبكو واشوفكو على خير ومع السلامة شكرا 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 شكرا